بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أظن أكثر من تسع سنوات لم نلتقي في مزج الفتح في درس من الدروس نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه علينا هو سبحانه وتعالى يقلب القلوب والأبصار بيده الملك هو سبحانه وتعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء هو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء هو سبحانه وتعالى يبدي ويعيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر نشهد مرحلة حساسة من تاريخ أمتنا تحتاج منا إلى صبر ويقين قال سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْنِنَا قال سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْنِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقن فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة وأوجب علينا اليقين بآياته سبحانه وتعالى ومن آياته عز وجل ما أخبر به بثبوت النصر للمؤمنين وأنه سبحانه وتعالى يجعل مستقبل لهذا الدين ويجعل مكرى الكائدين إلى بوار فأحببت أن نتناول معا من آيات الله سبحانه وتعالى ما يبشر المؤمنين دائما إلى فضله عز وجل في نصرة عباده المؤمنين وبواري مكر الكافرين نتلو الآيات من سورة فاطر ونتناول شيئا من معانيها بإذن الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين أخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير تناولت هذه الآيات جملا من آيات الله الكونية من تدبرها وتأملها علم عجز العباد وفقرهم وعلم ملك الله سبحانه وتعالى وأنه الذي يدبر الأمر الأمر بيده دون من سواه ذكر سبحانه وتعالى إرسال الرياح من الذي يدبر أمر الريح ومن الذي يجعلها تهيج هنا وتسكن هنا ومن الذي يجعلها تثير السحاب هل يصنع ذلك أحد من الناس من الذي يسوقه حتى ينزل به الماء وتحيى به الأرض بعد موتها الله سبحانه وتعالى وحده الذي يفعل ذلك لا يفعل ذلك أحد من الناس ولا يشركه في ذلك وجعل سبحانه وتعالى ذلك دلالة على أمر الآخرة والقيامة كما أحيى الأرض بعد موتها يظهر ملكه وتظهر قدرته في إحياء الأموات بعد موتهم هل يملك ذلك أحد كما خلقنا رغما عنا ونموت رغما عنا نبعث كذلك لأن الملك لله سبحانه وتعالى وذكر سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم ذكر سبحانه جعل الإنسان أزواجا جعلنا أزواجا هل يملك ذلك منا أحد هل كنا نملك شيئا حين كنا ترابا هل كنا نملك شيئا حين صرنا نطفة ثم هل اخترنا أن يكون أحدنا ذكرا أو أنثى وذكر سبحانه وتعالى آية الحمل هل يملك رجل أو امرأة أن يجعل امرأة تحمل أو تصير عاقرا وإذا حملت فمتى تضع وهل في قدرة أحد أن يستمر ذلك الحمل إلا بإذن الله لو كان ملكا للناس لما ولد أقيم ولا ولا ولد إنسان مشوه ولا حدث سقط لأن الإنسان لا يملك شيئا من ذلك وذكر سبحانه وتعالى آية العمر طول عمر الإنسان أو نقصه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير هل يملك ذلك أحد أن يطول عمر أحد أو ينقص عمر أحد ثم ذكر سبحانه وتعالى آية البحار البحر المالح والبحر العذب واختلافهما وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج مر مالح لا تقبله النفوس وذكر سبحانه وتعالى آيات ملكه في هذه البحار ومن كل تأكلون لحما طريا فهل نحن الذين جعلنا الأسماك تعيش في البحار العذبة أو المالحة وكذا أصدف اللؤلؤ من الذي جعلها في أعماق هذه البحار في هذه أو تلك بقدرته سبحانه وتعالى فعل ذلك ثم ذكر عز وجل آية الفلك وكيف علم الإنسان أن يصنعها وأن ذلك يقتضي شكر نعمته سبحانه وتعالى والناس في البحر يظهر لهم ملك الله سبحانه وتعالى وانفراده بالملك أكثر من البر وإذا أصابهم شيء في البحر ضل من يدعون إلا إياه ثم ذكر سبحانه وتعالى آية الليل والنهار من الذي يجعل هذا يقصر وهذا يطول وبالعكس يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل نحن نلحظ تغيرا سريعا جدا في الأوقات في هذه الأيام كل يوم تتأخر يتأخر غروب الشمس وكذا يتقدم طلوعها وطلوع الفجر هل يستطيع أن يؤخر الشمس أو يقدمها أحد هل يستطيع أحد أن يطول الليلة أو يقصر النهار ولو دقيقة واحدة ذكر سبحانه وتعالى آية الشمس والقمر وجريان كل منهما في فلك هل يملك أحد من الناس ذلك وكل ذلك إلى أجل مسمى وهذا أمر تقطع به العقول السليمة فهذه الطاقة الهائلة التي تتحرك بها هذه الكواكب أو هذه الشموس والنجوم والأقمار لابد لها من نهاية قطعا فهي محدودة ولابد أن تنتهي فلابد لها من أجل مسمى أقول هذا وفي وسط هذه الآيات كلها ذكر سبحانه وتعالى الآية التي نريد أن نتكلم عنها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وختم سبحانه وتعالى جملة هذه الآيات بقوله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك من يشهد هذه الآيات كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وتدبر في ذلك جزم بهذه النتيجة ذلكم الله ربكم له الملك لأن كل واحدة من هذه الآيات لا يملك الناس أفرادا أو مجتمعين لا يملكون منها شيئا كل واحدة مهما بلغوا من قوة من ملك من جنود وأتباع هل يدعي أحد من الدول الكبرى أو الصغرى أو الملوك أو الرؤساء أو الوزراء أو الأغنياء هل يدعون قدرة على أي واحدة من هذه الآيات هل يقدرون على ميلاد عمر طول عمر قصر عمر طول ليل قصر نهار حركة شمس حركة قمر هل يملكون حركة رياح لا يملكون شيئا لنشهد أن الملك لله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الغلافة الرقيقة التي على نوات البلحة وهذا لازم من لوازم شهود ملك الله أن لا ندعو غيره وأن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا والذين تدعون من دونه سواء دعاء طلب أو أن تسمى أن يسمى من يدعى من دون الله أربابا أو آلهة والذين تدعون من دونه يعني الآلهة التي تدعونها أو تسمونها آلهة أو تسمونها أربابا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وهذه من أوضح أدلة التوحيد وأوضح أدلة بطلان دعاء غير الله إن من دعا غير الله قد سماه الله مشركا ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أين نحن من هذا في هذا الملك الواسع في كل مظاهر الملك أين نقبع نحن نحن ذرة صغيرة زمانا ومكانا أو قل أدنى من ذلك ليتسع فكرك وتأملك في كل ما ذكر من الآيات لتعرف حجم الإنسان و إمكانياته المحدودة إمكانياته في الزمان والمكان صغير جدا لا يملك شيئا إذا كانت الكرة الأرضية بأسرها في هذا الملك الواسع هي ذرة الله عز وجل بالنسبة إلى غيرها الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض مطويات السماوات والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه فكل هذا نحن فيه صغار زمانا ومكانا ولذا لابد أن نشهد فقرنا الحقيقي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الفقراء إلى الله صفة لازمة لكل الناس ولكن هناك من يشهد وهناك من يغيب عنه ذلك هناك من يلحظ هذا الأمر ويلحظ عجزة وفقرة وبدايته ونهايته زمانا ومكانا كما ذكرنا له حدود معينة في المكان لا يتعداها لو قلت الكرة الأرضية بأسرها فهذا لن يصل إليه أحد أما الزمان فهو محدود كذلك وفيما بين هذا وذاك فيما بين البداية والنهاية هو فقير جداً هذا يشهده البعض ويترتب عليه أن يفتقر إلى الله فيما هو أهم كما افتقر إلى الله عز وجل في أصل وجوده وفي أصل تكوينه واستمرار عمره فإنه يفتقر إلى الله عز وجل في تزكية نفسه في إصلاح قلبه والله سبحانه وتعالى ذكر غناه وحمده وأخبر أنه إن شاء ذهب بنا وأتى بخلق جديد سبحان الله كم تلى من تال هذه الآية قبلنا كما نتلوها نحن الآن وذهب الله عز وجل بهم منذ مئتي سنة هل كان على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن من البشر كل من كان عليها منذ مئتي سنة والله أعلم أعلم رحلوا وذهب الله بهم وبمن بعدهم وجاء بخلق جديد وكنا نحن الخلق الجديد ويأتي دورنا أن نكون في الشق الأول من الآية إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كنا نحن الآن الخلق الجديد وعن قريب الله عز وجل أعلم ننتقل إلى من ذهب الله عز وجل بهم وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزيرة الوزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين أخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير التزكية نفتقر فيها إلى الله إصلاح القلوب وتحقيق العبودية لله عز وجل نفتقر فيه إلى الله كل مظاهر الملك والغنى مع الحمد وكل دلائل الفقر تجعلنا نعود إلى ما نريد أن نتكلم عليه من قوله عز وجل في وسط هذه الآية كلها من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين أمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يمور لأن واقع الحال في هذا الزمان الكل يطلب عزه الكل يغالب الكل يريد إثبات وجود نفسه المسلمون في جانب والكفر والمنافقون في جانب آخر مغالبات عجيبة ومنازعات مستمرة وأهل الباطل يتميزون دائما بأنهم مستعدون لكل أنواع الأسليب بالكذب بالزور بالبهتان بأنواع الأسليب الباطلة كلها وإذا تمكنوا من حق استعملوا وأهل الإيمان ملزمون بطريق معين فهم يلتزمون فقط بطريق الحق لا يستطيعون أن استعملوا طرق الباطل ولكن الله عز وجل يعزهم بطاعته سبحانه وتعالى أقول هذا لأننا فعلا نحتاج إلى التأكيد على طريقنا في ابتغاء العزة لا نتعزز إلا بطاعة الله عز وجل نقرأ تفسير هذه الآية الكريمة ونذكر شيئا من فوائدها قال ابن كثير رحمه الله وقوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قال بشر منفقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الاختلاط بهؤلاء القوم يجعلك تعرف موازينهم في طلب العزة يتعززون بموالاة أعداء الله وهم إنما يشترون الذل لأن الله كتب لأغلبن أنا ورسلي قال ابن كثير وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وذكر الله المنافقين في هذه الآيات في الآية في سورة النساء والآية في سورة المنافقون وذلك لأن المنافقين أكثر من يتعزز بأعداء الله سبحانه وتعالى دون طاعته دون أن يتعزز بموالاة المؤمنين أهل الطاعة قال رحمه الله قال مجاهد من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فلله العزة جميعا يعني لن يحصل له أبدا عز بعبادة غير الله وقال قتادة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل وقيل من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا من كان يريد العزة يعني من كان يسأل عنها هذا تفسير آخر من كان يسأل عن العزة لمن تكون من كان يريد علم العزة لمن هي فإن العزة لله جميعا وحكاه ابن جرير وقوله إليه يصعد الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء قاله غير واحد من السلف وروا ابن جرير عن عبد الله بن يسعود رضي الله عنه قال إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيئ بهن وجه الرحمن عز وجل ثم قرأ عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وذكر بسنده عن كعب الأحبار إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لذويا حول العرش كذوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمه الله وقد روي مرفوعا وروا الإمام أحمد عن النومان بن بشير قال قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون الله من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كذوي النحل يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به وهكذا رواه ابن ماجه أخرجه أيضا أحمد وقال ابن ماجه البني في حديث ابن ماجه صحيح وقوله العمل الصالح يرفعه قال علي بن أبي طلح عن ابن عباس الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل والعمل الصالح أداء فرائضه فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به كذا قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلام الطيب يعني لن يقبل قول لغير عمل وكذا قال أبو العالية وعيكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد من السلف قال إياسي بن عرويات القاضي لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام وقال الحسن وقتاده لا يقبل قول إلا بعمل وقوله والذين يمكرون السيئات قال مجاهد وسعيد جبير وشهر بن حوشب هم المراؤون بأعمالهم يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم غضاء إلى الله عز وجل يراؤون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم هم المشركون والصحيح أنها عامة والمشركون داخلون بطريق الأولى ولهذا قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أن يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم بل يكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية من كان يريد العزة على القول الأول من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فلله العزة جميعا صفته العزة وهو سبحانه وتعالى يجعلها لعباده المؤمنين إذن ليس لنا من سبيل إلى العزة في وسط هذه المغالبات إلا بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح مهما كان لنا من حسن تدبير ونظر في أمور فنحن لا نملك شيئا من ذلك لا نملك شيئا من العزة العزة لله جميعا ملك له سبحانه وهو متصف بها سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل الكبرياء لداء والعزة إذا لم نازعني فيهما عذبته أو كما قال صلى الله عليه وسلم والعزة طلبوا أن يكون الإنسان مكرما مشرفا وأن يكون فوق غيره أن يعز هذه مسألة منها جزء فطري في الإنسان بدونه لا يستطيع أن يستمر في الحياة بدونه لن يتطلع إلى شيء لكن لا بد أن يكون ذلك مع خضوعه وذله لله ومع ابتغاء الدار الآخرة وابتغاء العزة في طاعة الله عز وجل هناك ابتغاء للعزة لأجل حب العلو على الخلق وهذا هو المذموم ولذا سمعتم في تفسير الآية في الذين يمكنون السياة أنه المراءون فمن يكون راغبا في مدح الناس أو يكون راغبا في العلو عليهم أو في التكبر عليهم واحتقارهم وازدرائهم هذا قد حصل له مرض في هذا الباب لأنه تعالى لأنه تكبر لأنه تعظم في نفسه فهذا مكره بائر الله عز وجل بيّن لنا أن لا نطلب العزة إلا في طاعته وهكذا أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وتأكد أن كل أمر قد يبدو للناس أنه مذلة أو أنه هوان أو أن صاحبه مغلوب ليس بغالب لكن كان في طاعة الله عز وجل كان فيه كلم طيب وعمل صالح فلابد أن تكون عاقبة ذلك الكلم الطيب وذلك العمل الصالح إلى إعزاز صاحبه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عاملوا ربكم سبحانه وتعالى لا تعبأوا بالناس لا تلتفتوا كثيرا إلى ما يقوله الناس وإلى ما يفعله الناس أطلبوا العزة بطاعة الله عز وجل أطلبوا العزة بمرضاته واتباء رسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل نزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم إذن لابد أن نوطن أنفسنا أننا في جميع المواضع في جميع المنازعات والمغالبات لا نطلب العزة إلا بالكلم الطيب والعمل الصالح إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا نطلبها إلا من الله ولا نطلبها مع حب العلو أو إرادة الفساد بل نطلبها تعززا بطاعته ورغبة في السبق إليه ورغبة في الفوز بالقرب منه أكثر من غيره إليه يصعد الكلم الطيب صعود الأعمال إلى الله عز وجل الكلام الطيب يصعد إلى الله يكون مقبولا إليه يصعد الكلم الطيب وهذه الآية الكريمة من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لأن صعود الأعمال تكون إليه وهذا دليل على علوه وفوقيته سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لم يذكر ابن كثير رحمه الله إلا قولا واحدا وهو أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب القول الآخر أن يرفعه يرفعه الله القول الآخر أن العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى وكلا المعنيين صحيح فالله عز وجل يأمر ملائكته أن ترفع العمل الصالح حتى يكون متقبلا يعرض على الله سبحانه وتعالى ويقبل عنده عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكلا الموضعين كلا الجملتين ذال على علو الله سبحانه وتعالى سيوجد من يمكر بالمؤمنين ويطلب العزة بغير طاعة الله بموالاة الكفرة بموالاة أعداء الإسلام وكم من إنسان يطلب ذلك وسبحان الله يقدر الله عز وجل من أوقات المحن والاختلافات ما يكون فيه ما يكون فيه تبين لسبيل المؤمنين وسبيل المنافقين لينجم النفاق ويظهر تجد في مراحل كثيرة الأمور ملتبسة فتحصل محا يظهر بها من ينافق يكون الأمر بينا يكون ظاهرا يوالي أعداء الإسلام يتكلم بالكفر والنفاق ويظهر الزندقة والتحلل من الدين فالله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ظهور هؤلاء ليحصل ذلك التميز قال الله سبحانه وتعالى سيارة سيارة شيفورلي أبترا حمراء واقفة صف تاني في أحد يريد الخروج صاحبها يتفضل يخرجها لأنه يسد الطريق استغفر الله يقول الله سبحانه وتعالى يقدر بعلمه وحكمته أن يظهر أناس ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون بحكمته سبحانه وتعالى قدر ذلك ليحصل التميز ويحصل الفرقان بين فسطات أهل الإيمان وفسطات أهل النفاق وكلما التبست الأمور كلما زادت الفتن حتى يحصل التميز حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إذن توقعوا وجود مكر سيء ولكن لهم عذاب شديد سوف يغلبون في الدنيا ويوم القيامة إلى النار والعياذ بالله والذين مكرون السيئات لهم عذاب شديد ومع أنهم يجدون ما غبت ذلك في دنياهم يجدون تعبا وهما وغما وضيقا وكربا إلا أنهم لا يلتفتون نسأل الله العافية حياة عجيبة حياة الذين يمكرون السيئات يكادون لا ينامون لا يجدون راحة ولا لذة يجمعون أموالا ولا يشبعون منها كالذي يشرب من الماء المالح كلما شرب ازداد عطشا يجمعون ملكا ولا يجدون راحة فيه بل يدافعون عنه كل المدافعة ثم ينزع منهم فيعذبون به حاصلا ويعذبون به زائلا ولا يبقى لأحد كما لم يبقى لمن سبقهم من الملوك اللذة بالنساء أيضا كذلك كل هذه اللذات المحرمة حينما تؤت من حرام حين تكون مع بكر السيئات تفسد الحياة يجد الإنسان لذة ثم معها من أنواع الغم والهم والكرب ما لا يحتمل ولا يطيق ومع ذلك لا يلتفت لهم عذاب شديد يعذبون بأموالهم يعذبون بأولادهم يعذبون من داخل أنفسهم بالكراهية والمقت إن الذين كفروا وينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا فحين دعوا إلى الإيمان فكفروا ما قتتهم أنفسهم ولا يطيقون بأموالهم لذلك عيش الإنسان يبور وتأمل التأكيد هو يبور هذا المكر بأهل الإسلام وبالطعن في ثوابت الدين حتى تصبح أمورا مستنكرة لا يكاد يقبل بها الناس حتى التوحيد هناك من يشنع عليه هناك من يقول أن دعاء الله وحده لا شريك له تكفير وتشدد ووهابية وأن دعاء الأموات عجبت والله ممن أخبرني أنه سمع بعضهم يقول أن الطواف بالأضرحة فرض عين على كل مسلم عجب قلت له سمعته أخ اتصر بي وقال لي أستاذ في جامعة دينية خاطبهم ذلك وأنه أيضا قال مثل هذا في الرد على السلفيين المتطرفين الوهابيين التكفيريين الخوارج الذين يقولون بأن الطواف بالأضرحة والتمسح بالأضرحة شرك لا يجوز ونحن قطعا ويقينا نجزم بأن دعاء غير الله وصرف العبادات غير الله شرك لا نتبرأ من ذلك أبدا ولا يظنن ظن بأن ما قيل من التوافق يتضمن توافقا على ترك ذلك نعوذ بالله أبدا ما تضمن ولا ذكر شيء من ذلك وإنما الكلام على أن التوافق تم على أن الإخوة السلفيين ليس عندهم في يعني ليس من عملهم الآن أنهم أزالوا القبور الأضرحة المبنية على القبور ليس لأجل أن هذا ليس مشروعا ولكن لأجل أن هذا من التغيير باليد الذي يحتاج إلى يعني مراعاة للقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة وليس أننا نرضى بوجود القبور التي عليها أضرحة ولا نرضى بالشرك الذي يكون فيها ولا أننا يعني نرجع عن هذا الذي ذكره الله في كتابه أنه من الشرك أننا نرجع عن ذلك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم لكننا في من وقع في هذا الشرك وكان ثبت له حكم الإسلام فإننا لا نكفره حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع من جهة العين لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وأننا نعضر بالجهل ونعضر بالتأويل والإكراه والخطأ وسائر موانع التكفير نعضر بها وليس أننا نقر الباطل أو أننا نقر الشرك بالله نسأل الله العافية فلذلك نقول أن البعض الذين يخذلون إلى درجة أن يقولوا أن ما حرمه الله عز وجل فرض عين ويدعي أن ابن حزم يقول ذلك كذب وزور وباطل لا يقوله عالم قط ومن الذي يقول أن الطوف بالقبور مشروع أصلا فضلا أن يكون واجبا أو فرض عين الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه من أغلظ الذنوب بل ذكره الله عز وجل في غاية المحرمات أعلى أشد المحرمات قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لما يقول إنسان أن هذا فرض على كل مسلم أن هذا مشروع أن هذا جائز أن هذا حلال أن هذا مستحب هذه أحكام شرعية تأنسبها إلى الله الله الذي يحكم سبحانه وتعالى لذلك نقول هذا الأمر يعني أن التقول على الله سبحانه وتعالى والكذب على شرعه بالدعاء الباطل هو من مكر الذين يمكنون السيئات الذي في النهاية هو يبور ومكر أولئك هو يبور وكذلك في كل ما يحاولون به من الصد عن سبيل الله والطعن في ثوابة الإسلام كل هذا من مكر السيئ الذين يجعلون إقامة الحدود جريمة كما سألني أحدهم مرة من مرات وجدت ورقة مكتوب فيها من المسؤول عن جريمة إقامة الحدود في دولة القانون شيء عجيب جدا كيف استقر في ذهن هؤلاء الناس في ذهن هذا السائل أن إقامة حدود جريمة نحن نقطع بأن قطع الأذن ليس إقامة للحد وفي الحقيقة أن هذا كان من الأحكام الجاهزة التي تبقت التي تهم بها أو وصم بها السلفيون من غير أن يكون منهم شيء من ذلك أعني لم يقل أحد أن قطع الأذن عقوبة أصلا إلا في القصص إذا قطع أذن إنسان والأذن بالأذن لم يسمي من فعل هذا من أجل منع رجل مفسد أرادوا إخراجه من البلاد وقعت مشاجراء كما هو معلوم هناك من يقطع رقما هناك من يقطع يذن هناك من يطعن وإن كنا لا نرى مثل هذا الأمر أعني أننا لا نرى كما ذكرنا في قضية التغيير باليد ومن ضمنها العقوبة لا نرى أن تكون إلا من ذي سلطان قادر على تغيير المنكر من غير أن ترتب عليه منكر أشد قد يكون الإنسان في أي مكان يكون له فيه سلطان يترتب على تغييره زوال المنكر أو تقليل دون أن يخلفه ما هو مثله ولا هو أشد منه والقضية قضية معلومة مقررة لها أذلتها والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم خضية التغيير باليد هذه مسألة مسائل التغيير المرتبطة بالمصلحة والمفسدة أما اعتقاد الحق فواجب اعتقد أن إقامة الحدود واجبة بعض يقول هو دواءة الطلب بإقامة الحدود نحن نقرر أن إقامة الحدود فرض واجب وإن كنا نعلم أن هذا الأمر لا بد له من ضوابط لا بد له من ضوابط شرعي لكن يستحيل أن نترك المطالبة بهذا وإنما نطلب ممن له سلطان أن يفعل ما أمره الله عز وجل به والأصل أن هذه الحدود كما يقول شيخ الإسلام تقام على أحسن الوجوه فإذا أقيمت من أمير لم يحتج إلى اثنين وإذا أمكن إقامتها بعدد من غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإذا كان في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه كلام واضح جدا لشيخ الإسلام ابن تيمياء رحمه الله وهذا الذي ندينه الله عز وجل به في مسألة إقامة الحدود وتغيير المنكر لكن هناك من يلبس وهذا من ضمن المكر السيء وهو كما ذكرنا وعد سلفا من أجل الصد عن سبيل الله من أجل أن يظن الناس أن الأمور أن الحدود والحقوق التي شرعها الله عز وجل أمور منكرة ودوران الأمر يدور على ذلك حتى يسألون عما هو في الغيب الذي لا يعلم إلا الله متى يحدث يقولوا إذا توليتوا الحكم ماذا ستفعلون ستقطعون عيد الناس وترجمون الزاني مع أن هذا كما ذكرت هو في ذمة المستقبل من يدري ونحن لا نعلم ونحن لا نطلب أن يكون لنا حكم أو سلطان وإنما ندعو الله عز وجل أن يمكن لأهل الإسلام حتى يعلوا حكم الله وشر الله سبحانه وتعالى لكنهم يحاسبون النساء على النيات مع أنهم لا يحاسبون غير المسلمين على ذلك أنا أقول دائما هم حد حاسب اليهود على عقيدتهم في أن أرضهم من الفرات إلى النيل حد يشألهم أن مثل هذا الأمر ينافي مواثيق الأمم المتحدة مواثيق الاعتراف بالدول وذلك وسيبنهم لغاية النهاردة حطين الخريطة على باب الكنيسة أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل هم يعتقدون ذلك النصرى يعتقدون أن المسيح ساجئ في آخر الزمن ليدين العالم ويحاسب من لم يقبلوه مخلصا حد من الناس يعني قال لهم كيف تفكرون في هذا ولكنهم يلزموننا بأنكم إذا حكمتم ماذا ستصنعون في الحدود ماذا ستصنعون في الجزية وكأن الآيات التي أنزلها الله عز لهم لا يؤمنون بها ويجعلون ذلك تنفيرا شديدا حتى يخاف الناس يفتكرون أننا سنطلع من دلوقتي تقطع الأيدي والأرجل وتأخذ الأموال والإشاعات الكذبة التي الكل يعلم كذبها وما ذلك أفزعت كثيرا من الناس إلى أن يعني تبين لهم كذبها هيخطفوا المتبرجات هيكبوا مائة نار فشهم هيخلوا نسكن لهم منقبات وشيء عجيب والعالم كله يشترك في هذا المكر السيء مكر سيء فعلا ويعني محاولة خبيثة للوقيعة بين أفراد الأمة وأجزاء الأمة والوقيعة حتى نميمة فعلا الإفساد بين الناس نمام هذا الذي ينشر هذا الكلام يترتب عليه أن يبتعد الناس عن الالتزام لذلك أنا نقول هذا كله من المكر السيء وقد قال عز وجل ومكر أولئك هو يبوه القضية ليست تعتمد كثيرا على حسن تدبير نحن علينا أن نحسن التدبير علينا أن نفكر علينا أن نبدل كل جهد في الدعوة إلى الله وإزالة الشبهات وبعين الحق للناس من غير أن نتنازل لأن العزة لله جميعا نتعزز بطاعة الله بأن نقول الحق لا نخجل ولا نستحي أبدا من كلمة الحق من أن نقول ما قال الله عز وجل يعني لا يمكن مثلا ماذا تصنعون في غير المسلمين في الأقباط في النصار ستقتلونهم ستقاتلونهم نحن حين نقرر البعض يلزم الإخوة أنكم طالما أنكم يعني تقولون بكفرهم فلا بد أنكم ستقتلونهم لماذا؟ هذا ليس لازما الشرع قد بيّن أن هناك كفار ويمكن يكونوا معاهدين ويمكن يكونوا ذميين ويمكن يكونوا مستأمنين وعند ذلك تعصم دماؤهم وأموالهم وهذه القضية لا إذا ثبتت عصمة الدماء والأموال وإذا ثبتت حسن المعاملة لمن لم يحاربنا في الدين معاملهم بالبر والقسط كما شرع الله عز وجل لا يلزم من ذلك أن نتنازل عن عقيدتنا عن ما أوجبه الله على كل مسلم أن يعتقده من أن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأن أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح دماري لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث ثلاثة قضية لا يمكن أن نتنازل عنها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وخالدين فيها أولئك وشر البري نحن نعتقد هذه العقاعد لا يمكن أن نتركها آيات من كلام ربنا كيف يمكن أن نتركها وكيف يمكن أن لا نبينها للناس كما ذكرنا في دعاء غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقر أو أن نتفق على جواز دعاء غير الله بل ولا ما دون ذلك يعني هناك أمور قد لا تصل إلى الشرك ولكنها محرمة كبناء المسجد على القبور بدعة ضلالة منكرة ولكن كما ذكرنا التغيير يختلف التغيير باليد أمر آخر لا يلزم أن نترك الحق حتى يعني نلتزم بمعاملة صحيحة مع من يخالفنا سوف نلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى من مراعاة المصالح والمفاسد مراعاة القدرة والعجز مراعاة فاتقوا الله ما استطعتم ونلتزم كذلك بما هو واجب علينا من لزوم الحق كما ذكرنا لا نعتمد كثيرا على مجهودنا نعتمد بل لا نعتمد أصلا على مجهودنا نتوكل على الله وحده نأخذ بالأسباب المقدورة ونوقن بوعد الله ومكر أولئك هو يبور هذا المعنى تكرر مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فالينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن ترد لسنة الله تحويله قال سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فالله عز وجل يكيد كيدا متينا قويا يحيط بالكافرين والله من ورائهم محيط ويحيط بالمنافقين أولياء الكافرين نوقن بوعد الله سبحانه وتعالى ونصبر نصبر على طلب العزة بطاعة الله نصبر عن موافقة أهل الباطل لا نوافقهم نصبر عن ذلك نصبر عن المعاصي نمتنع منها ونصبر على ما يصيبون في سبيل الله والذي يصيب المؤمن في سبيل الله ومن رفع درجاته نعم قد يكون مؤلما لبدنه أو لنفسه أن يسمع كلاما في السب والشكم والطع ولكن كل ذلك ليزدد ثوابا عند الله عز وجل وإنما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لعل قرأتوه خطرا في أول درس وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نحن على يقين من أن مكر الذين يمكنون السيئات إلى بوار سأضمحل قطعا لماذا خلق كذلك هو خلق كذلك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا هكذا خلقه الله ذكره الله عز وجل بصيغة المبالغة زهوق زاهق اسم الفاعل زهوق فعول صيغة المبالغة في شدة الزهوق أنه يضمحل تدريجيا ما أن يظهر الحق يضمحل الباطل بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم درس لأنه سوف أستمر في الدرس الخميس إن شاء الله درس الخميس بتاع الشيخ محمد والشيخ ما أنت طلب مني أن أعطي الدرس هذا اليوم فقط فأنا بس حبا للشيخ محمد واستجابة له تركت الدرس مسجد التقوى وأتيت إجابة لطلبي إلا في الدرس الدرس الشيخ محمد مستمر هنا ودرس التقوى مستمر هناك ما المطلوب مننا في هذه الفترة من التعامل الأخبار الكاذبة عايز أقول لكم أن أعتبر كده أن 90% من عنوين الجرائد 90% من عنوين الجرائد ومجلات الأصل فيها الكذب للأسف الشديد طبعا أنت ممكن تكتشف ده من بساطة الشديدة لما تقرى الخبر كله على بعضه يعني يقول لك السلافيين عندهم 72 ألف حالة عنف تقرى المتاعه جمع جميع الجرائم اللي ارتكبت من أي ناس عاديين في الدنيا كلها في الجمهورية كلها ورح جاءتها إيه السلافي لم يعدوش أي دليل على ذلك زي ما يقولهم لقيت أخبار عجيبة جدة وأكد الشيخ يا سيد برهامي في تصريحاته بأننا لا دخل لنا بأنصار السنة ولا بجماعية الشرعية والله ما جبت سلي التحد ولا أعرف ذلك ولا أعرف ذلك لأننا أتكلم عن السلافيين فقط لأننا متأكد أن صار السنة والجماعية الشرعية ملتزمون في القضيتين في مسألة أن الخرافات التي تقع عند القبور والضلالات أنها منكرة وأنهم ينكرون بناء المسجد على القبور وأنهم يقولون لا يجتمع في الإسلام بمسجد وقبر وأنهم كذلك في قدر التغيير باليد أنهم يرون ذلك مرتبطا بالمصلحة والمفسدة والقدرة والعجز وكذا السلافيون والآخرون مش بقولك السلافيون الإسكندرية فقط لا ما ذكرنا اسم أحد العجب أن هذا قد يذكره البعض يعني حتى متناقل أخبار عجيب الشأ فالمسألة أن فعلا أخبار كاذبة كثيرة جدا حاول تكتسب جزء من التكذيب من الأخبار من داخل الكلام نفسه هو عندهم حاجة عرف صحفي أن أنت تقول كلام والصحفي هو اللي اخترأ العنوان ودي محاولات يعني مستميتة أن هم يغيروا القاعدة دي مش راضين أنه هو يقول إيه العنوان اللي هتقوله لا مش هو هم اللي بيحطوا العنوان من عندهم بقى إذن عن الكلام اللي المصرح به فدي الإخوة ينتبهوا لها هم بيعتبروا حق لهم حق أن يكذب ليس حقا طبعا فجزء منه أن يتقرى الكلام بالضبط ثم بعد ذلك يتأكد من الإخوة أنفسهم خصوصا ما يتعلق بالدعاء لابد أن ينتبه لذلك مسألة عدم الاعتماد على ما ينشر كحقائق بعض الناس يقول لك الشيخ فلان هجم السلفين تيجي تقرأ الكلام تلاقي أن هو يهاجم نوع معين مثلا يقول لك السلفين هم دولة العمرهم بيقولوا بعدها من الخروج على الحكام أنه سلفين دي مسألة بلا شك أنها هناك من ينتسب إلى السلف من من كان يثبت ولاية الأمور ولاية الأمر للحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله وأنتم تعلمون تمام العلم كل من حضر دروس المشايخ في الإسكندرية وغيرها على نفس المنهج أنهم يأبون ذلك عشد الإبان كان زمان الوضع مختلف تماما هذه القضية التي اضطهدنا من أجلها هتقولوا لات الأمور ونفتح لك الأبواع ونعمل لك شوء إعلامي وتتلمع أعلاميا والله بالألفاظ الألفاظ دي قيلت لي بس أقول لات الأمور بس أقول لات الأمور طيب خليك زي ما أنت خلاص ماشي خير وبرك الحمد لله بل أنا يغفر لقائي لها بقى ذكرت كلمة العلم في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة هل يقتصر على مفهومها على العلم الشرعي فقط دون العلم الدنيوية خاصة أن في هذه الآية الحثة على طلب هذا العلم وتعلمه كل علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون داخلا في هذا كل علم لا يقرب إلى الله لا يكون داخلا في هذا العلم الدنيوي منهما يقرب إلى الله ومنهما لا يقرب إلى الله يقرب إلى الله بالنية الصالحة وأن يكون العلم نافعا انتفعوا به الناس وقد يكونوا فرض كفاية أحيانا على المسلمين فهذا العلم لا شك أن الإنسان إذا انتوا به نية صالحة لنفع نفسي ونفع المسلمين وتكسب بالحلال مثلا يعني الراجل اللي بي بعدين حكاية التليفونة دي ده من أولها كده من أول ما بدأنا الشيخ حالها كان حيمسك ويدروه خصوصا اللي فيها بزيكة دي وبعدين هو بس الراجل مش قادر يقوم يدروه الله ما تسكتوا بقى ما زيكت على فكرة النوكياتون دي لا تجوز على فكرة النوكياتون لا تجوز الله ماقول اللي بيروح يتعلم سمكرة سيارات مثلا يانوي أن يتكسب بالحلال يعين يكف نفسه على الهرام العلم ده ينتفع به عند الله عز وجل يؤجر عليه والذي يعلمه كذلك فضلا نعلم الشرعي النافع نسلل عدم الظهور الكافي للسلافية في الإعلام ما كان قبل الثورة كان ممنوعا منعا بهتا كان زي ما أقولي إما تقولوا كده وكان البعض يقول ويظهر وإما أن لا تظهر نهائيا الحمد لله على ذلك فأما يعني الآن فأيضا الإعلام ما زال على نظامه القديم صحيح أن فيه قدر من التعامل مع الإخوة والمشايخ لكن الحقيقة أن عامة الإعلام عامة الإعلام ما زال على نفس النمط القديم محاولة تشويه الصورة مسخر بالأموال المدفوعة بالمخططات الله عز وجل عليم بهم لكنه يسير في خط لو لا حاجة من الأخطاء التي يمكن أن تنسب لملتحي أو منتسب سوف يوضع عليها مجهر يكبرها مئة ألف مر ويزيد معها مئة كذبة يزيد معها يعني كلمة أحشيء من الحق يزيد معها مئة كذبة كما أنها تضخم جدا ولو ملأوش هيخترعوا لكم لو ملأوش هيخترعوا لكم أو هيخلوا حد يعمل عشان ينتسب نيابة أليوب أثبتت أنه هو من العمل الموضوع بتاع القبور دي بلطقية كما ذكرنا إحنا قضية القبور أوضحتها ولكن التغيير ما من الذي يدفع إليه البلطقية هم الذين يتعامل القبور ليه ليه البلطقية هم الذين يحرعوا القبور بلا شك علشان حد دفعهم إلى ذلك لكي ينسب ذلك يا إما الأنصار السنة هم دول الذين يرون المنع من اجتماع القبور والمسائل حتى تستمر تشويه الصورة فالإعلام ما زال على ظلمه وعدوانه وفساد نسأل الله عز وجل أن يكف شر المفسدين عنه يجد صعوبة شدة في حفظ القرآن واضب صحيح بلغ 26 سنة سوف يضعف قد تضعف قد تضعف الحفظ لكن ابن حزم تعلم بعد الخمسة والعشرين الجهاد في ليبيا فرضعين أهل ليبيا يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم أظن أن كثير جدا منهم هناك لا يردوا سلاحا تذهب إلى هناك لتنضم إلى من لا يردون سلاحا ربما لا طعاما ولا شرابا كفاءة الخاصة كالأطباء والتمريد المحتاج إليهم هناك يذهبون إلى هناك وأيضا باستعدان أبائهم ومهتهم يقول في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أليس فيه دليل على أن ترك الفرائد كالصلاة كفر أي أن الكلم الطيب كلا إله إلا الله لا يقبل إلا بالعمل الصالح لا تقبل في دخول الجنة لأول واهلة وأما لا تقبل مطلقا فهذا فيه نظر أولا لا إله إلا الله ما عمل قلبي بالانقياد والحب والخوف والرجاء ولو ذرة من كل ذلك فهذا عمل صالح بالإضافة إلى القول ثم ترك الشرك بالقلب واللسان والجوارح أيضا عمل فالله عز وجل سمى الترك عملا وصنعا قال عز وجل كانوا لا يتناهون عم من كرم فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون لا يتناهون يصنعون لبئا عدم تناهيهم كان صنعا منهم صنعا منهم فالكف عمل الكف عمل ولذا لو قيل كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي أما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطوه عليه ترك المحرمات من ضمن الفرائض وإن كان أداء الفرائض العمل العمل التي سمناها إيجابية أكمل في الجملة من الكف لكن الكف داخل في العمل ولذلك ترك الشرك عمل فهذا قد عمل ترك الشرك بجواريه كف نفسه عنها لم يدعو غير الله لم يذبح لغير الله لم ينذر لغير الله لم يطف بقبر لم يطف بغير الكعبة وفعل وقال قولا لا إله إلا الله فإذن ونحن نؤكد أن ترك الصلاة كفر ولكن هل كفر أكبر أم كفر أصغر المستدل يريد أن يستدل بأن هذه الآية يراها دليلا على تكفير ترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة وهذا الذي فيه نظر كما ذكرنا نحن نسمي ترك الصلاة كفرا ومن تركها فقد كفر لكن كفر دون كفر ليس بالكفر الذي ينكر الملة على قول جمع العلماء مع ثبات الخلاف في ذلك الخلاف السائع عند أهل السنة في المباني الأربعة هم لا يختلفون في غير الأربعة أهل السنة لا يختلفون إلا في المباني الأربعة هم لا يختلفون في ترك لا إله إلا الله إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله ولم يقلها مع قدرته لم يكن مسلما اتفاق العلماء وما سوى الأركان الأربعة سواء من الواجبات أو من ترك المحرمات لا يكفر من تركه أعني لو أن الإنسان ترك بر الولدين أو صلة الأرحام أثم بالإجماع ولكن لا يخرج من الله وكذلك إذا فعل المحرمات دون الشرك لم يخرج من الله الخلاف السائر في الصلاة والزكاة والصوم والحج نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن جعلنا من بعده المخلصين أقول قولي هذا وأصدر